أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمت يد بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيطمع نار زات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نساب بارك الله فيك يا إيمان وفتح عليك يا إيمان أنت لم تقلق لي من حروف القلقلة إلا في جيدها حبل مما سد فقط لكن تركت قلقلة وتب وكذلك كسب ذات لهب حمالة الحطب في جيدها حبل اللفظ في نظيره كمثله يا إيمان يعني لو تكررت الأحكام فمؤدها واحد القلقلة سواء كانت في الآية الأولى أو الثانية في أول الجملة أم في آخرها القلقلة تقلقلة لابد أن توفى حقها في كل موضع جاءت فيه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب مش وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما سد هكذا ما أغنى عنه ماله وما كسب لي طولت كذا لي ماله ليس هناك من سبب لهذه الإطالة يا إيمان فالو هنا وو الصلة بعدها حرف المتحرك وليس الحرف المتحرك الذي بعدها بهمز احنا في الصلة يعني فيها الضمير إن وصلت يعني إن مدت تمد مدا طبيعيا إلا أن يأتي بعدها الهمز فلو جاء بعدها الهمز نسمي هذا المد بالصلة الكبرى مثل قول الله أمروه إلى الله فهنا ممكن المد تزود عن حركتين لكن طالما أن الواو أو الياء التي بعد الهاء لم يأتي بعدها الهمز إبا إحنا عندنا المد حركتين فقط ما أغنى عنه ماله وما ماله وما بس كذا مش ماله وما بارك الله فيك يا إيمان وفتح عليك